الحياة في العائلة التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل لتهم العائلة أهلا وسهلا مرحبا بكم ناسي الكل شكرا لكم على اختياركم إذا عدت الحياة في موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة معكم سيهيم حمدي في الميكرو نوفل شورتاني في الإخراج التقني للحصة وسيف بول عرس في الديجيتال تحضر معايا في الأستوديو والأخصائية النفسانية التربوية مدام نجيب الحاجة أهلا وسهلا مرحبا بكم لكم الكل بكل مستمع الحياة أفهم شكرا لك مدام نجيب نحكي وزيدا في تتمة للحلقة السابقة على أنماط الشخصيات وطرق التعامل معها لو كان بقي جايز في دقيقة مدام نجيب تعالوا تفكرنا شمعناها شخصية العوامل المؤثرة الشخصية والأنماط والسمات اللي تتحمل معناها تتحلى بها الشخصية الشخصية شمعناها هي باش نبسطوها للمستمعين هي أهم السفات والسمات والتباع اللي معناها حاملها شخص واللي يتخليه يختلف على بقية الأشخاص الشخصية تأثر فيها تأثر فيها برشا عوامل منها العوامل البيئية العوامل الخلقية اللي تجي معا الشخص في ذات نفسه وعنا عوامل التربية عوامل الوالدية برشا عوامل تنسج شخصية وتنحتها بطريقة ما عنا برشا أنماط تع شخصيات عنا شخصية الودودة اخر حلقة حكينا على الشخصية الودودة وصلنا للشخصية الودودة اللي حكينا عليها هي شخصية عود ذكرنا فيها فيسا فيسا هذي من أحسن الشخصيات دجار اسمها سابق فيها تتعامل بالحسنة لطيفة حنونة ضحوكة مستبشرة يعني كي تتعامل معاها تتعامل معاها بكل سهولة هي الشخصية المطلوبة اللي قلت عليها المطلوبة فيها الحياة القاسية هذيه معناه خلينا احنا نشوفوا بقية الأنماط للشخصيات مثلا كيف نحكيه على الشخصية المترددة هي النمط من أنماط الشخصيات خلنا نتعرف عليه النمط هذا وكيفيش نتعاملوا معاها كل شخصية معناها عندها معانتها سيفات وسيمات وتباع ما نجموا نتعاملوا معاها إلا ما نعرفوها خطر كل شخصية تطلب فن وتعامل أنا اليوم لخص في فن التعامل خطر من أكثر الحاجات اللي مش سهل باش تتعامل هي فن التعامل خطر كل شي مش 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 جي اكت اوتوماتيك ورقة وستيلو هذيه باش تتعامل مع بشرة مع طريقة معينة باش تنجح في التعامل وتساهل التعامل يلزمك انتي تعرف دك واسا جي تي احنا الشخصية المتردة هذيه اكثر سيمة فيها كونها ما عندهش ثقة في النفس هي مترددة دي جاه واحد ايزي تي اكل بين الاخذ والرد ما هو شي ما يعملش حاجة معناها واضحة وصريحة يعني نجم يقول لك توا كليم يقول لك انا مش نعمل حاجة ومبعد شوية تقعها تراجع نعمل ما نعملش خاصة في اخذ القرار معناها والتصرفات تلقاه بين الفائي فيان نعمل ما نعملش زمان ما نعمل لكن يخاف من التجربة اكثر حاجة كيما قلت لك نعاود نرجع اللي هي ثقة في النفس ما عندوش عنده ثيقته في نفسه مهزوزة على الاخر عنده زادة صفات انه خجول وديما في حالة توتر وقلق هذاك عليش ما ينجمش يواجه معانتها الاخر ويواجه المجتمع اللي قدامه مواقفه لكله وتصرفاته متردد حاجة اخرى عنده صعوبة كبيرة بش يتخذ القرارات انه يبقى بريود معانتها يطلب برشة وقت بش ياخذ قرار وحتى كي ياخذه ما عندوش ثقة فيه يعني انت يمكن يسيب يمكن يخيب فالعبد العادي على اقل كي يطور في اخذ القرار ياخذ قرار صائب هو كي ينجم ياخذ القرار الغالت يعني ينجم ياخذ هو مش بطريقة اندفاعية بما انه متردد بش ياخذ سيدولان بورتوكوا بش ياخذ قرار اه كي تقدم له برشة بدائلة يذيع فيها معانتها يمشي ديما فيه توجه واحد ماذا به ديما يركز على حكاية بركة وقصف هور ينجح فيها ولا ما ينجحش كيفاش هزا يلزموا فن معانتها بش نتعاملوا معها الفن التعامل اللي معاه هو اول حاجة تخدم عليه هي انك تعطيه ثقة في نفسه خاطر رومان غير ثقة في نفسه ما انتشاش تقوي الشخصية يعني التردد ضعف الشخصية وعدم الثقة في نفسه وتحاول زادة تقلص له معانتها ماك التوتر وكل خجل ماذا بيك تكون تعطيه معانتها الاريحية الاريحية انك مثلا تسمعوا تساعدوا انت بشي تفضل هو الشخصية هذي نجم مثالي عرضنا نجم يكون واحد من الاولياء من الامليات بش يكون موجود في موحيتنا في عيلتنا في خدمتنا في شارعنا في سيبالاتنا في معانتها موجود بارت مش تلقاها مش عروض مش تتعاملوا معاه يوميا مش تتعاملوا معاه يوميا هو اكثر ماذا هو الاليات مدام نجيب اني مثلا بش نخليه يكسب ثقة في نفسه مثلا انك اكثر حاجة بش تكسب الثيق تكسب عبل ثيقته في نفسه انك تسمعوا تصغيلوا بك الاسخاء الاسخاء المتقوم معتها انا راني نسمع فيك رغم انت يا كتردد والقلق والتوتر انا راني نسمعك راني عتي تقيم وانا نشجعك لاميسالش نشاركك في اخذ قرارك لاميسالش حتى كانت تخطئ اراه الخطأ ديما بادرة للصواب بادرة للنجاح يعني بش نميلوا ثقة في نفسه ديما التشجيع التحفيز الانصاط الاسغاء الحوار الايجابي النصح اي انت بش تشاركه بش تاخذ القرار بالتوجيه والارشاد انك بش توجهه ترجده دي جا انتي معناها نسموها نحنا الوالدية الراعية انك بش ترعاه في كل الوضعيات وانه بش توجهه عن بعد مش مش بش تاخذ القرار في بلاسه التأثير التوجيه والارشاد مش مش تعمل القرار وتياخذه في بلاسه اما تخليه هو يتخذ عن قناعة ويتحمل النتيجة متاع اخذ القرار خطره مش ديما القرارات مثالش نخطئ ونصيبه ومن الخطأ نبني صواب واضح دونك الشخصيه هذي المتردده هي شخصيه تعاني من تتردد في نفسه وتستحق الى متابعه وانكادرمان وتأثير كامل ارشاد وتوجيه ويعيه بش يوصل معناه هو اول حاجه ايوال يعنده ثقة في نفسه ثم بعد ينجم يخذ القرارات الموزونه اللي تطلبها معناه الوضعيه ياخذ قرار في وضعيه معينه سوى في حياته سوى في خدمته ياخذ قرار مسؤوله راشد ما يعملش معنته اللي يجيه ما يخلش القرار اللي يجيه دونك لو كان نعملوه بالعكس مدام نجيبه فبش يكون فما تابعات سلبية اخرى على هذه الشخصيه مثل انك ما تسمعوش انك انتي مثلا تتندر منه على خلفية قرار اخذاه وما نجحش مثل القرار اذاك وإلا اي حاجه دونك اذا كان انتي بش تحاول تضيق عليه فبالتالي يضهلي فما برشا مخلفات سلبية انك انتي تجيت معناها تساعد فيه وتعاون فيه تزيدت معناها تزيد يترتب عليها مشاكل تكون اكثر مش يكون كان معندوش ثيقه في النفس وكان متردد يمكن ياسر ينعزل يمكن ياسر يبعد معناه يمكن ياسر يتقوقع على ذاته الثيقه بالنفس تنعدم تمام نخلوش اللي هنا عنده ام بورصونتاش مشو مخدو ومشو متحفز ومشو متشجع انتي كي تعمل معاه معناها ما عندكش فن في التعامل معاه وما تستجيبش الحاجيات وما تساعدوش وما تنوروش وما ترجدوش مع انت هو زده بش يكمل نقوله احنا تتعمق الوضعيه مش تولي شخصيه مرضي معلها بتبيعه انتي هو طوى متردد ناخدو بيديه باش نساعدوه باش تكون عندها ثيقه في النفس معاش يكون متردد مش يكون معانتها انسان استعبه واضح بالنسبه اللي بقيت الشخصيات خلينا نحكيه على الشخصيه العنيده مدام نأجيبه يظل التعب شويه الشخصيه العنيده حكي ناسي عمواصفيتها شنو الشخصيه العنيده اللي هي يتبع اما على اقل عنيد خير من متردد ولا خير من ضعيف الشخصيه روك انتي مراتك تقيسيها بوضعيه اخرى تكون على اقل عنيد عنده موقف هذي يزده يحتاج للتأطير روك اما ساعت رو العنيده بزيد العنيد بزيد يعمي حاشيك معانتها واللي ما يخدش خطر هي شنية الحيات ري اخذ وعطاه رايي وراي يكون كونه الرأي الصابي اما انتي كنت تفرد بالرأي تدخل فيك الشخصيه الدكتاتوري اللي ميراكين روحوا معناه هذيه من الصفات امتاعها انها يسر صلبة قاسية ما تحترمش الآخر الشخصيه هذيه تتجاهل وجهة نظر الاخرين اكلي انا رايي ما كيفو حد رايي فوق الجميع حتى ما عليكم معناها ما يحبش ياخذ ويعطي معناها سيمشي دون لثول معناه لازم يحقق كان اللي في مخه هو مهما بمعنه ما يحترمش غيره وما يحترمش وجهة غيره اصل هو مش حط الآخر في نظره مش حقاري له حساب بالنسبة لي هو انا ما نعمل كان اللي في راسي صحيح غالطة يذر ما يذرش ينفع ما ينفعش بالنسبة لي هو سي العناد هو اللي احيكاسات اللي بش يعانيها صاحب هذي الشخصيه الشخصيه العنيده العنيده بس اكثر حاجه اللي كالنفور الاجتماعي انتي كتتعامل مرة مع سنين مع واحد معاندي تقول انتي اكوى سير انا نكمل معاه خاطر هو اذا كان ما يحترمش وما يعطيكش قيمة في الحوار ولا في التعامل ولا في خدمة ولا في دار ما يشير كيكش مش تتفيدة انتي مش تعزف فعليت مع انت هو هذي بش يلقى نفور اجتماعي كبير يعني ادماجه داخل المجموعة الصعيب هو بيدو وراي مش تعود معانيتها فما مش مش تتشكل ثونة ايه في المظرة ليه هو والغير واللي معاه هو انتي تيبونس معناه كي يبدأ متفرد بالراي هال هالعناد هذيه رو العناد ما عنده وين يوصل انتي نجمي وصلك للتهلكة العناد صحيح والعزلة وخاصة للتهلكة تو انتي كي يقول لك انا مثلا سبحان الله خاطرهما رايين خير من راي حتى في كل شي في الدنيا ذيه انتي مريضة بش تمشي تاخذ افي ميديكال ما اكثرش يظهر لي من البيلون كلينيك انتي ديما نقول لك انا خوذ ديز افي ميو كا افي انتي بش تسئلني على حاجة بقول لك انا برا زي تشوف راي اخ خاطر على قد ما تكثر الاراة على قدر ما تضاح الرؤية وتكون اخذ القرار في نحو الصواب بيه مدام نجيب الشخصية العنيدة الصعيب ياسر التعامل معها تحب تمشي كان رايها وكان كلمتها كيفيش هالفن متاع التعامل عندها الانانية عندها الانانية المفرطة تقول لك الشعور الامتاع الديكتاتورية اني معناها انا يا مفر مشغيل اكثر حاجة هذه انك كيفيش تتعامل معها هي الصعوبة اللي عندها انك تدربها وتقطرها على قبول الاخر لانك تحترم غيرك احترام اللي ذاتك هذي تطلب تدريب كبير تطلب صبر صبر وتحمل هو احنا ماذا بيه نراه اوني سبير بيه نرجعولها في حلقات قادمة كونها العيلة كيتعرف ولدها اروي الشخصية اللي معتها العنيدة تيب ان تيب امو ديل تظهر على بكية حتى كيتبدو تفول صغير تدخل يمكن في المراحل العمورية النمائية متاع وعنا في فترات زمنية تفول يلزم يعاند باش يكسب بشخصيته وباش يطوره اما كيتولي صيي معتها بيرسون كبير وكهل تستيغاه ويعاند اراهي مشكلة كبيرة من الجمش يعيش لا في معا معا اخواته لا معا دارهم لا معا زوجته في المستقبل لا معا زوجته ولا العمل به مادام نجيبه تقولي نحاول ندربوه على قبول الاخر بشوي مادام نجيبه سمحني تنجم تدرب مثال طفل صغير تنجم تدربو ربما انتي تنجم تتعدل في حاجاته ولكن انتي تقولي مثال كهل يوصل الى الكهولة كيفاش انتي بش تعود تدربو بش هو تدربو على قلبك الحمالات التحسيسية انتي كصديقه هو اكيد راو عنده ايجابياته بش تركز على الايجابيات تدخلوا عن طريق الايجابيات خطر هما هذو ما يمشيش معاهم الصد ما يمشيش معاهم اكل مثلا في الحوار معاك تقولوا ايه انتي صحيح يعطيك الصح لكن شمية رايك كينه ذي مبدله اما تقولوا ليه ما يجيش غالط هذاك يزيد تنمي فيها اكل العناد متاعه يلزمك الاستراتيجي والاسلوب في التعامل عنا اسلوب اسمه نعم لكن انتي قلت لي اسمه معناها حاجة قليك انا منجيش اقول لك دي راكت في وجهك نعم ميجيش لا الطريقة كي تتعامل مع الشخصية العنادية تقولوا ايه يعطيك الصح والله موقف صائب بالحق ينجم يجي اما لكن شلية رايك كينه ذي متمشيش يقبلها يعني بثلاثة واربعة من نفس موقفك انتي وتناقشوا معاه بش يدر هو موقف الوحيد خاطر لماس والفول اتأثر اكثر من الفرد انتي مثل اني احنا في قاعدة نخدمه في بيرو سبعة من الناس كيكونوا نحنا هكا ان دي راكتو مو اعطينا ستة مواقف في وضعية ما وهو اعطيه موقف موقف اكيد موقف مش يريخ قداما للمجموعة هذه من الاساليب التعامل معاه يمكن هضوما انك يتدربوا كيفاش يحترم الآخر ويتعامل معاه تسايروا بوضعية نعم لكن وانك زادة تحاول كونك تشرك معاك مجموعة ما تبقاش فيه في مواجهة مبيهة را عميه خلاها مواجهة جماعية ناقشوا موضوع ما ما نقشش تات اتات نجيب فول مجموعة ما قصب الاغلبية انتها هي بتبيعها رو في انتي في موقفك حتى كتكوني معانتها قاسي وصلبة كي تبدأ مع برشع بيد مش يريخ موقفك كومي ما تقول انتي زعمة سبعة غالطين وانا واحدة صحيح هذك التعامل معاه باش نفسه التعامل ونكسبوه ويكسبنا واضح خاطر احنا ليلة العزل وليلة الاقصى هي موجود معانا يلزم ننعدلوها ونتعايش مع بعضها كتا عايش السامل الإيجابي فيه تار البحث على التوازن متاع الشخصيات هذو مع الاقل كل شخص ما يقودش يعاني في هالا المشاكل والمخالفات متاع الشخصيات هذو مع نحاولوا نصلحوا نحاولوا نقربوا هو محتاج للتعديل عنده هذين كلها مخالفات تتعدل وتتعامل نتعامل معها ايجابيين وفن ونحصن الفن في التعامل مع الوضع الشخصي شكرا لك مدام نجيب الحاجة الاخصائية النفسانية التربوية نعطيك الصحة على كل النصائح اللي قدمت وما كن وصلنا لختم حلقة اليوم من برنامج الحياة في العائلة نتقابلوا في الحلقة القادمة في لمعننا الحياة في العائلة التطرق الى نمط العيش العائلي وابرز المسائل لتهم العائلة اشتركوا في القناة